نعم صباح الخير ليا صباح الخير سمار صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية يوم حلقتنا وصباحنا متميز لإحياء ذكرى حرب تشرين التحريرية هذه الذكرى العظيمة التي تذكرنا بانتصارات الجلش العربي السوري يعني ماضي يحاكي المستقبل نحن موجودون بيبانوراما حرب تشرين التحريرية حتى نتعرف أكثر عن هذا المكان بشكل أكبر ما هي القيمة التاريخية والثقافية لهذا المكان رح نتعرف اليوم علي أكثر مع الدليل السياحي أصف سلمان اللي يحكي لنا عن القاعة اللي نحن موجودين فيها حاليا نسعة صباحك وأهلا وسهلا فيكم الله يسعر صباحكم بكل خير أهلا وسهلا فيكم شرفتوا البالوراما ونورتوا شكرا لك يعني نحن موجودين بقاعة مستديرة الشكل يوجد فيها لوحات زيتية عم تحكي عن انتصارات تاريخ ثقافة سوريا اليوم نحكي معك أكثر تشرح لنا عن هالقاعة هيك بالتفصيل بالضبط هذه القاعة تدعى القاعة الدائرية فيها خمس لوحات زيتية تربط لماضي المجيد لسوريا بالحاضر المشريق بتتصدى للقاعة لوحة لقائر الخالد البطل حافز الأساد مع كبار قادة الجيش وأركانه والتشكيلات المقاتلة وهو يعطي التوجيهات والتعليمات في حرب تشرين طبعا في الشخصيات معروفة اللي باللوحة إذا بتحبي كمان أنا بسميلك الأسماء كلياتها خلينا نحكي هاي القاعة المستديرة فيها اللوحات الزيتية يعني شفنا فيها تقريبا شي خمس لوحة خمس لوحات مثل ما بنحكي عن تاريخ سوريا قديما وحاضرا متحبي ننتقل على اللوحة الثانية يعني استاذة آسف هي بوابة الدخول إلى البانوراما القاعة المستديرة اللي يوجد فيها لوحات يعني لما أي حدا من الوفود إن كانت المحلية أو الغربية اللي بتفوت على البانوراما كيف يتم الشرح لألون يعني عن لوحات طبعا نحنا هدفنا نوصل المعلومة الصح ونوصل ثقافة سورية وحضارة سورية لعريقة نحن بلشنا بحرب شرين لأن البانوراما عم تحكي عن حرب شرين ولكن عندما ننتقل إلى هذه اللوحة نعود إلى الألف الثالث قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام بثلاث آلاف عام أول معاهد الصلح في التاريخ طبعا اكتشف علماء الآثار والمنقبين الأثريين في سوريا مملكة أثرية قديمة تقع جنوب غرب بدين الحلب على بعد ستين كيلومتر في تل يدعى تل مرديخ كانت تدعى مملكة إبلا أثناء التنقيبات وجدوا مكتبة اعتبرها المؤرخون والمؤرشفون بأنها أقدم مكتبة مؤرشفة في تاريخ البشرية وجدوا فيها أكثر من 17 ألف رقم طيني عند حل رموز الكتابة كما فعل العالم شامبليون في مصر وحل رموز حجر رشيد وكشف الكتابة الهيلوغريفية وجدوا معاهد الصلح بين ملك مدينة إبلا وأحد ملوك شمال سوريا بعد معركة جرت في ذلك الوقت كانت تدعى معركة إبلا لكون المملكة والمكتبة ومعاهد الصلح وجدت في أرض عربية وسورية بالتحديد وتعود إلى الألف الثالث قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام بسلاس آلاف عام هذا أكبر دليل للعالم أجمع على أننا دعاة سلام منذ الأزل ولم نكن يوم دعاة حرب كما يدعي العدو الصهيوني الإسرائيلي الدنس نعم حتى عم نشوف في دليل معلومات أمام كل لوحة جواد ملك إبلا في الألف الثالث ومثل ما شرح لنا الأستاذة آصف عم يحكي عن أول معاهدة سلام بالتاريخ اللي حصلت بأرض سوريا رح ننتقل على اللوحة الثالثة يعني مثل ما عم نشوف القاعة المستديرة لا تتكلم فقط عن حرب تشرين التحريرية إنما هي قاعة تعريفية عن حضارة وثقافة وتاريخ سوريا طبعا اللوحة الثانية نشوف في القرن الثالث الميلادي كانت مملكة عظيمة في سوريا هي مملكة تدمر وكانت الملكة زنوبيا نشوف زنوبيا كما باللوحة إلى جانبا قائل جيشة زبداي وابنها وهب ألات زنوبيا تعنن للشعب التدمري بأن تدمر مملكة عربية مستقلة ترفض الأنصياع والإزعان لأوامر الأمبراطورية الرومانية في ذاك الوقت طبعا هذا التمثال هو شعار مملكة تدمر موجود على متحف باب تدمر يرمز إلى القوة والسلام منشوف غزل بين إجري موجود الغزال مكتوب عليه بلغة تدمرية ادخلوها بسلام آمنين كما أمنا هذا الغزال في براسين هذا الأسد دليل على القوة والرحمة دليل على القوة والرحمة طبعا نحن المرأة العربية كانت وما زالت عنا ملكة والتاريخ العربي حافل بعشرات الملكات نحن بيتهمنا الغرب أنه نحن المرأة ما إلى حقوق عنا المرأة متهدة لكن هذا كمحظة افتراء المرأة كانت وما زالت ملكة وعندما سئل القائد الخالد عن المرأة حافظ الأسد أجاب بأن المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة ونحن نحترم الأم والأخت والزوجة نعم يعني بدأنا بلوحة انتصارات حرب تشرين حكينا عن أول معاهدة سلام لنحكي عن أنه سوريا هي أرض السلام منذ الأزل وأيضا رجعنا على الممالك المرأة التي كانت طبعا تحكمها زنوبية السورية كمملكة مستقلة وكانت ناجحة جدا وهي من المملكات المعروفة عالميا نحن نتقل أيضا للروحة الرابعة قبل الروحة الأخيرة مثل ما قلنا صبايا هاي القاعة المستديرة هي قاعة تتحدث عن تاريخ سوريا بالإجمال من انتصار من قوة من عظمة من تاريخ رح نحكي وصلنا على طبعا نحن نتجول عبر التاريخ وصولا إلى عام 715 ميلادي والدولة الأموية في دمشق وكانت هناك طبعا كان الخليفة الأموية في ذاك الوقت الوليد ابن عبد الملك كما نراه تخيلا جالس على كرس العرش أمام مقر الحكم ودار الخلافة كان اسمه الجامع الكبير سابقا الجامع الأموي حاليا منشوف إلى جامب القائدان والفاتحان العربيان موسى بن مصير وطارق بن زياد بعد فتح الأندلس منشوف في اللوحة قادة وملوك إسبانيا جاءوا في عام 715 ميلادي إلى أمام الجامع الأموي ليقدموا الولاء والطاعة الخليفة بجانب دار الخلافة بإحضار الهدايا طبعا وضعنا اللوحة للدلالة والتعبير على موضوع نحن نقلنا الحضارة للغرب وليس العكس كانت أوروبا تعيش في عصر الجهل والظلمات نحن نقلنا الهندسة والطب العلوم والفلك إلى أوروبا هذه اللوحة عم تعكس أصل وتاريخ العلوم والانفتاح أيضا اللي نفتح في الغرب على سوريا وأخذ منه العلوم وصلنا لللوحة الأخيرة سوريا التاريخ حتى نحكي عنها أكثر أخر اللوحات الموضوعة بالقاعة الدائرية هي لوحة تمثل ذكرى معركة حطين عام 1187 ميلادي بقيادة البطل والقائد والفاتح صلاح الدين الأيوبي كما نرى تخيل على صهود جواده أمام قادة وملوك الغزو الصليبي الفرنجة يعلنين النزام والانكسار والاستسلام بإلقاء السلاح كما نرى في اللوحة قبة الصهرة المسجد الأقصى دلالة على روبة القدس منذ الأزل والذي جاء إليها العدو الصهيون الإسرائيلي بعدوان همجي جديد القدس للعرب وستبقى للعرب أكيد يعني مثل ما شفنا يعني سمر وليا نحن بالقاعة المستديرة التي تضم خمسة لوحات تختصر حكاية وتاريخ سوريا في خمس لوحات حكينا عن القوة، الانتصار، الإرادة، الانفتاح الممالك المستقلة، المرأة، وقوة المرأة السورية طبعا كل هالحكاية من الماضي تحاكي مستقبلنا وحاضرنا كمان اللي عام نعيشه أكيد رح ننتقل لقاعات تانية رحكي أكتر عن أقصام البانوراما ونتعرفها عليها في أقصام خاصة عم تحكي عن حرب تشرين التحريرية وذكرة خاصة لأحياء بهالحلقة الخاصة رح نكون معكم رح نرجع لكم على استوديو ورح نشوفكم بعد شوي